الفاجعة دي الفيضان اللي عرفتها الدربدة في 6 يناير 2021 بينات على واحد النقطة يعني فضيعة جدا ضيورة بينها الفنان ديالنا فاهيد قال لك ودي قبل ما نرفعه أكوف الدرع الله سبحانه وتعالى ونطلبه الشتاق يعني مش بعداه يلو لعن الدر ديال العمدة ديال الدربدة ولل مكتب دياله ونطلبه وعندك شي مخاطر وكان شي كواريت وعندك شي بلان دو كريز خارجي يعني هاد الوضعية هذي امشون تكمشوف مش كونشوف ديورنا علش هاد القادية حزاد العمدة ارا كان وزير وكان نائب رئيس مجلس النواب وكان مدير ديال الحزب وعض بالنواجد في الانتخابات التي افرزت هاد المجلس قال لهم يا اما انا باش نكون عمدة ديال مدينة الدربدة ولا هاد الحزب غادي ننريبو لما الرأي العام البيضاوي والوطني شايف هاد الاسرار ديال عبدالعزيز العماري على انه يكون عمدة ديال مدينة الدربدة رغم انه عنده مسؤوليات اخرى كما قلنا وزير ونائب نائب رئيس مجلس النواب قالوا اوا هاد السيدر عنده شي قيمة مضافرة رهيبة وهاد السيدر عنده شي قدرات خارقة من يغي يوليهم عمدة ديال الدربدة رغي يجر للمدينة نحو الاحسن ونحو الاجود لكن الصدمة كانت خطيرة لما العماري ولا عمدة ديال مدينة الدربدة اذا ما انستسب له الامر كعمدة مش اضربة بالنعسى لدرجة الان الحيوانات المعروفة في العالم وفي التاريخ بطول النوم الحلزون والتيمساح والدب العمدة ديال الدربدة قلنا ما قد تعرفيش ست سنين هو نعس تاد في ادنة اللخرة دي ريانير 2021 ما فاقش بها ومن يفاقش على اللامبا وعليش حد انتخابة جيه كين سراع وكين تنافس واحد الهرولة ديال النخاب السياسية على انه واش كوني 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 تاد دوليس حد بالان كين واحد ضجة ديال انه واش نخلو لائحة الشباب ولا ننحيدوها ولا ندلو لائحة الكفاءات ولا ندلوها ولا ننحيدوها ولا ندلو لائحة الجهوية الى اخيره المهم ليسانسيال هو ان العمدة ديال الدربدة بصيفته الحزبية وبصيفته يعني يعني التمديلية بدل ان يفكر في تضميد الجراح التي خلفتها الفيضانات دي ريانير 2021 السيد كيفكر في المستقبل ديالو بنقوسين السياسي في الانتخابات وهذه قمة الالام وقمة يعني احتقار البضاوة واحتقار المغاربة علاش حيث هات السيدات مني كان وزير وكان وكان نائب رئيس مجلس النواب طاف وجال العالم اللي حسب الدور طبيعي الحال يعني خارج المصاريف ديالو اللي كتتحمل هالدولة وكان كمشي لجيب ديالو واحد البريم يعني ديالو كل نهار تقريبا يعني 2500 درهم في المنحة ديالو اليومية بما انه كان يجوله تقريبا العام كامل مئتين مئتين وخمسين يوم في العام واضرب الحساب بش حال كان كتجيه في السنة كمنحة طبيعي الحالة باش تفورمع باش هات السيد يشوف بامي عينيه كيفاش لموذول كتحترم رأسها كيفاش دول اللي فيها منتخابين يعني عندهم الغيرق على بلادهم كيفاش كيسيروا دلمدينة كيفاش كيواجهوا المخاطر لكن للأسف الشديد يعني هات السيد جا او يعني غمض عينه ولم ينقل اي يعني تجاربا من هات التجارب المشرقة في هات الدول للأسف الشديد نور المغرباء يعني مجالوش اطافوا العالم بمثل ما طافها يعني عبدالعزيز العماري ولكن عندهم يعني تلفازة كيشوفوا القنوات الاجنبية وكيشوفوا كيفاش المسؤولين ديال الدول في اوروبا وفي امريكا وفي اسيا كيتعانوا مع الفواجع ومع الكوارث الطبيعية اول مشهد لما تقع وكارثة معينة طبيعية في مدينة تحترموا نفسها وانه العمدة ديال 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 ديك المدينة كيكون معمر تيلان في موقع الحادث مع الخبراء ومع التقنيين دياله ولبس كابيشوك ولابس دك سرول ديال 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 بالشتوع وقبل الفيضان وكاذا إلى آخيره وأول سوسي ماجور بالنسبة لذلك العمدة هو أنه كيفاش أنني نقض هذوك المنكوبين وكيفاش أنني نحمي ونقلل من الخسارات ذلك الفاجعة المشهد الثاني اللي كيشوفون مغاربة في القنوات التلفازية الأجنبية مني كتوقع شيكاريتا هي البومبية الوقاية المدنية حضرة في هالدول بالموارد البشارية ديالها وبالعدة والعاتاد وبالكلاب البوليسية وبالكاميوات ديالهم وباليزودياك ديالهم لتقديم ذلك المساعدة ولإنقاذ الناس وحماية الأرواح وحماية الممتلكات ديالناس للأسف الشريدة الشيء ما عندنا ناجحنا في المغرب النقطة الثالثة اللي كيشوفها الناس في القنوات الفازية وهو أنه ذوك اللي صالدو جيمناز أو ذوك القاعات الرياضية المتعددة للاستعمالات مني كتكون شيفاجعة باش ما نخليش الناس ليرابونهم الديور أو جرفتهم السيول وجرفتهم يعني للأنطار يعني عرضة للتشرد وعرضة للبرد وعرضة للضياع بمثل ما عاشوا المغارب بعد نحن في درمونيش شريف ولا في مدن أخرى فقنية رافطان جافاس في أقادير إلى آخرين لا كم شون دوند لصالدو جيمناز أو هذو القاعات الرياضية المتعددة للإستعمال على الأقل لإيوائهم مؤقتا فوح الظروف يعني أدمية وفي الدف وفي الكرامة ديهم رئيسهم السلطات العمومية دي هذه المدينة كتلقى لهم شي حل للأسف الشديد هذا ما عندنا نحنا في المغرب أو مخطط للتدبير المخاطر المدولة التي توجد على رأسها يعني هيئات ومسؤولين يحترمون أنفسهم ويحترمون يعني قيمتهم كي يوضعوا واحد المخطط للتدبير لأزمات والمخاطر بمعنى يعني إلا كانت كارثة طبيعية أو إنسانية أو صناعية ها كيفاش قد نتعاملوا مع الواقعة وكيف فيكوا للأسف الشديد نحن في مدينة الضربدة عندنا أحياء صناعية متعددة ومنشورة ومزروعة في مجموعة من الأحياء طبيعية الحال هذه الأحياء الصناعية فيها بعض المعامل التي تنتجوا مواد خطيرة كيموية أو غيرها التي قد تهددوا السلامة والصحة والأمن العام دي المدينة الضربدة وعشنا تجارب سابقة تسربت مواد كيموية وولت غمامات بيضاء في المدينة دي الضربدة والمسؤولين داخلوا وحارلوا مع أمرهم فكروا أنه رغي يعيشوا هذه الحالة وعشنا تجارب أخرى الناس تحرقوا في وزينات وما بان بأن المدينة ما عندهاش مخطط دي الأزمات وعشنا مؤخرا واحد دو ميني تسونامي في مدينة الضربدة وللأسف الشديد بان بأن المدينة ما عندهاش مخطط وغدوا ولا بدغدوا حسب الخبراء الضربدة مقبلة على واحد مشاع ميني تسونامي ولكن بواحد درجة أعلى في حالة هذه الحالة يعني الأطنان دي الأمطار المكعابة هذه المياه البحر اللي غدوا تدخل مدينة الضربدة كيفاشغن تعامل معها أنا كجهة مسؤول كبلدية وكولاية صحيح يعني انت ما غديش تحبس الأزمة ولكن على الأقل كيكون عندك واحد بلوندو كريز باش أننا نواجهوا هاد المخاطير الميناء دي دي مدينة الضربدة قد دخولي تقريبا تلتلاف و تلتمية باطو في العام وهاد باطوات فيها اللي يحملوا سلعا عادية وفيها اللي يحملوا سلعا خطيرة وسامة وعشنا الحالة دي لبيروت والأزمة دي لها نفس لوكا عدا في الضربدة ما عمر المسؤولين دي لنا جبدو واحد البلوندو كريز كيقولوا دي لوقعات كاريسة كيفاشغن تعاملوا مع هاد الواقعة وهكذا دواليك وهاد المخطط للتدبير المخاطير والأزمات ليس فقط مفقودا في مدينة الضربدة بل في جول المدن المغربية بل حتى على المستوى الوطني مام رئيس الحكومة ما عندوش بلوندو كريز كيفاش نواجه واحد المخاطر طبيعية الى وقعات والدليل هو انه مجموعة من الفواجع عشناها في السنوات الاخيرة وللأسف الشديد بنت الحكومة دي الهوات ما عندهاش هاد المخطط ولا يحتاجوا الى إبراز الأدلة ها هي كورونا اللي كان يعيشوا الان في واحد جائحة دي لها منذ سنة بان بان الحكومة مرتبكة ما عندها مخطط ما عندها لبلوندو كريز الى اخيرة وهذا كيبیا وخائم من باب الكاريكاتير هو انه غدى ولعبت غدى وقعت شي كاريتة لا قدر لها كان طبيعية ولا إنسانية ولا صناعية يعني هاد الكاريتة قبل ما تقول غادي نوقع في المغرب بعد اول انتصف اطلا لضمون باش احنا نايا المسؤولين دينا ايجاوبوا واش احنا ya قابلين هذيك شتطيح في المغرب واش هذيك الفايضان قابلين يكون في المغرب واش هذيك الوزين قابلين يتفرجع في المغرب وشهدك البعض وقابلين أنه يكونوا في المغرب ولا لا إلا ما كانش لادوموند هذيك الكواريش الفاجعة مع دمان ديروا بيات مشي البلاد الخرق حيث اللي غتلقى فيها المسؤولين يعني قد فهمهم قد رعهم